يشهد معرض القهرة الدولية إقبالاً كثيفاً من الزوار لليوم العاشر على التوالي المعرض شهد كذلك توافد عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية حرصاً على متابعة الفعالية إقبال كبير وتوافد كثيف شهده معرض القهرة الدولي للكتاب في يومه العاشر حيث حرص الزائرون منذ الصباح على التواجد داخل أروقات المعرض دائماً المعرض كان يعرفني أروايات عربي السنة اللي فاتت كنت جبت مجموعة كتب عربي ما كنتش سمعت عنها قبل كده وأنا شايف أنه منظم بشكل كبير السنة دي وإنه النهار ده كمان الدنيا زحمة قوي بس الدنيا منظمة والناس بيتعامل بشكل كويس زخم ثقافي وحضور جماهرون كبير نجح المعرض في تحقيقه من خلال الإعقاد العديد بين الندوات ومشاركة الكتاب والروائيين المعرض فرصة كويسة جداً لنا أن ننشر أفكارنا خصوصاً لوكات أفكار جديدة نحاول نحن نرضي الأزواء كلها يعني كل واحد يزوق مختلف في الكتابة في الإراءة والحاجات دي كلها فأحنا بنحاول أن نرضي الزوء العين طول سنة بنحاول أن نكتب ونقدم رؤى مختلفة ده طبعاً لما بنيجي هنا المعرض بيبقى بالنسبة لنا حدث كبير جداً طبعاً المعرض كذلك شهد توافد عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية حرصاً على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية بهدف التعرف على الثقافات المختلفة محمد الخطيب التلفزيون المصري